اشتركوا في القناة وقد أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن مملكة البحرين بدعم من قيادتها الحكيمة حققت العديد من الإنجازات التعليمية المشرفة خاصة في تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم من خلال إطلاق مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل ولفت الوزير إلى اهتمام مملكة البحرين بتعزيز التعلم الإلكتروني تحظى الحدود المحلية والإقليمية إلى العالمية من خلال تفضل جلالة الملك المفدة بإطلاق جائزة ترعاها منظمة اليونسكو بعنوان جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم حيث تحظى هذه الجائزة الكبيرة منذ تجهينها باهتمام عالمي واسع وفيما يتعلق بتشجيع الطلبة على ريادة الأعمال أكد الوزير أن البحرين قطعت شوطا في هذا المجال خاصة من خلال التعاون بين الوزارة ومؤسسة إنجاز البحرين وتم في هذا الإطار تدريب أكثر من مائة ألف طالب وطالب خلال الأعوام الماضية من جانبها ألقت الدكتورة الشيخة ميلع تيبي رئيس مجلس إدارة شركة بيان البحرين كلمة أكدت فيها أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي لكون تجويد الخدمة التعليمية وربطها بواقع سوق العمل مطلبا عالميا ملحا لمواكبة مستجدات العصر والدفع بمسيرة التنمية المستدامة وقد قام الوزير بتكريم الفائزين في مسابقة شركة إليتس لتشجيع التعلم الإلكتروني وقام بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر في البداية أنا أحب أن أشكر الدكتورة الشيخة ميلع تيبي على الجهد الذي بذله وكذلك القائمين على مدرسة البيان لتنظيم هذه اللقاء التربوي المهم الذي قام في مملكة البحرين وتشارك فيه أكثر من خمسين جهة تحت عنوان مهم جدا يتعلق بالتكنولوجيا وعلاقتها بالتعليم وتأثيرها بالتعليم لا شك أن هذا الموضوع مهم وزارة التربية والتعليم توليه اهتماما كبيرا من خلال المنظومة الإلكترونية التي تم تعميمها بداية من خلال مشروع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البياد المفدة وهو الخاص بمدارس المستقبل ثم توجهات جلالة الكريم بالتوسع في هذا المشروع من خلال التمكين الرقمي وأيضا اهتمام جلالة وحفظه الله بإصار هذه المنظومة التعليمية إلى دول العالم بحيث كانت البحرين سباقة في مجال تقديم الجوائز الخاصة بالمشاريع الرائدة التي تخدم البشرية فبالتالي كانت هناك جائزة اليونسكو الملك حمد لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم هذه الجائزة التي الآن تكرم المشاريع الرائدة التي تخدم البشرية تخدم المؤسسات التعليمية لأن واقع التكنولوجيا أصبح مهما جدا يفرض تبعات كثيرة على نوع الدور المطلوب من المرسة الدور المطلوب من الكتاب أيضا المهارات التي يجب أن تركز عليها المؤسسات في ضوء هذه التكنولوجيا لأنها متقيرة متحركة متطورة هل يختصر فقط الدور على المتابعة أو على أهمية التمكين وتدريب كل من يتعامل معها خصوصا الطلبة في متابعة كل ما هو جديد فالتمكين أساس مهم جدا الابتكار اليوم أصبح يفرض نفسه على الواقع التعليمي أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر